السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء سنة التعدادي أسعد الله أوقاتكم بكل الخير في حالة النهاردة بنحل تدريبات درس اسم التفضيل من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين نبدأ مع بعض بصفحة متين ستة وعشرين السؤال الأول اختر من متعدد قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون المفاضل اللي قبل اسم التفضيل واسم التفضيل والمفضل عليه اللي بعد اسم التفضيل على الترتيب هو فين هنا أصلا اسم التفضيل الأول أهو أكبر على وزن أفعل طيب فين المفضل خلق السماوات والمفضل عليه خلق الناس يبقى الإجابة صح هنقول له خلق السماوات والأرض أكبر أهو من خلق الناس يبقى جيم دي الإجابة صحيحة اتنين قال الشاعر وظلم ذوي القربة أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي اسم التفضيل فين اسم التفضيل؟ اهو ظلم ذوي القربة ايه؟ أشد أشد على وزن أفعل يبقى هناخد أشد القربة لا أشد على أفعل طيب فين المفضل عليه؟ ظلم ذوي القربة أشد من ايه؟ أشد مضادة على المرء أشد من ايه؟ من وقع الحسام المهندي اللي هو السيف يبقى أخد أشد على وزن أفعل والمفضل عليه وقع الحسان تلاتة اسم التفضيل بيشتق من الفعل حبذة اكيد لا لان حبذة ده جامد مش متصرف وهلك لا برضو لانه غير قابل للتفاود وعورة اللي بيدل على عيب ما ينفحش طبعا والوصف منه على وزن افعال فعلاء دال هي دي الاجابة الصحيحة من هنا اهيا اسم التفضيل لا يشتق مطلقا لا يشتق من الايه من الجامد هو عسى يبقى هنختار عسى لان نعم وبئس وعسى وليس وحبذة ولا حبذة لا يشتق منه اسم التفضيل انما ازدحمة وخضرة ولا يخون ده بيشتق منه اسم التفضيل بس بطريقة غير مباشرة نقول اكثر ازدحاما اشد او اكثر خضرة او لا احق اشدر اللا يخون خامسة اسم التفضيل يشتق بطريقة غير مباشرة من الفعل المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول بنجيب منه اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة يعني نجيب اسم التفضيل اسم التفضيل مستوفر الشروط والمصدر المؤول انما عزمة اعظم على اعلى كبرة اكبر السؤال اللي بعد كده رقم ستة اسم التفضيل لا يشتق من الفعل فنى احنا عارفين ماتة وفنى وهلكة دي افعال غير قابلة للزيادة والنقصان يبقى قوله غير قابل للتفاوت غير قابل للزيادة والنقصان ما ينفحش حد يكون افضل من حد في انه مات اكتر من حد او فنى او هلكة سبعة اسم التفضيل القياسي قياسي بيشتق على وزن افعال يبقى بدور على اسم التفضيل اللي على وزن افعال هلا يا عندي شر وحب وخير دي مش على وزن افعال اللي على وزن افعال تعتبر قناة السويس المصدر اهم اهم على وزن افعال يبقى الاجابة الصحيحة الف تمانية أسلوب التفضيل الصحيح نحويا ألف القراءة أزحم لا ده غير ثلاثي نقول أكثر ازدحاما القميص أخضر ما ينفعش الألوان نقول أشد أو أكثر خضرة هذا الرجل الأعمى ما ينفعش أصلا أفاضل ما بين العيوب أصلا يبقى الإجابة الصحيحة الصحيح نحويا المسلم أشدر ألا يسب هنا ألا يسب ده منفي منفي فجبت أنا فعل مستوفر الشروط اللي هو أشدر وأن والفعل المضارع أن لا يسب فقلتها ألا يسب أخا تسعة نالت المتفوق المرتبة المرتبة اسم التفضيل المناسب من الأعلى الأعلى المؤنث مش هينفع نقول الأعلى لأنها مرتبة مؤنس المؤنس للأعلى نقول العليا والأكبر نقول الكبرى عشرة الخلوق أعلى أعلى اسم تفضيل يبقى أعلى إيه؟ مكانة كانت أصلا محولة مكانة الخلوق أعلى يبقى دي تمييز على طول إنما في الجملة التانية جاية بعد الجر والمجرور يبقى أعلى مكانة دي مضاف إليه يبقى في الجملة الأولى تمييز والجملة التانية مضاف إليه السؤال اللي بعد كده صحة أو خطأ ألف اسم التفضيل هو اسم مشتق من الفعل على وزن أفعل أكبر أصغر أيوه صح من أسماء التفضيل خير وشر وحب أيوه صح إحنا عرفنا في الشرح أن دي أسماء تفضيل بس بنحزف منها الهمزة أقول الصلاة خير من النوم المنافق شر الناس جيم لا يجوز أن يتقدم المفضل عليها على المفضل لا ينفع عادي يجوز أن يتقدم ينفع المفضل عليه يجي قبل المفضل ممكن أقول مصر أفضل البلاد وممكن أقول أفضل البلاد مصر شغال ده الفعل فنى غير قابل للتفاوت هو لا يصاغ منه اسم التفضيل لأنه غير قابل للتفاوت أيوه صح يعني غير قابل للزيادة والنقصان مياه المحيطات أزرق ينفعه الأزرق اجيب اسم التفضيل بطريقة مباشرة لا طبعا الالوان لا او الاكثر زرقة يبقى دي عبارة خاطئة السؤال اللي بعد كده عين اجزاء اسلوب التفضيل يعني اجزاء اسلوب التفضيل يعني المفضل واسم التفضيل والمفضل علي نجيب الاول اسم التفضيل اللي على وزن افعل اعظم وهو اعظم المحيط اوسع الامانة افضل الارض اكبر العاقل اكثر قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير احب على وزن افعل ده اسم التفضيل يبقى احنا كده جبنا اسم التفضيل فين بقى المفضل والمفضل عليه انا بفضل ايه بفضل حضارتنا على حضارات العالم يبقى المفضل هنا حضارتنا وبفضل المحيط على البحر بفضل الامانة بفضل الارض بفضل العاقل بفضل المؤمن القوي يبقى ده المفضل بفضلها على ايه بفضل حضارتنا على حضارات العالم بفضل المحيط على البحر الامانة على باقي الصفات الارض بفضلها على القمر تبقى المفضل عليه بفضل العاقل على غير العاقل بفضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف وبعد كده نكتب له الاجزاء التلاتة المفضل والمفضل عليه واسم التفضيل زي ما هما موجودين قدامك كده السؤال التالت ضع اسم تفضيل مناسب مكان النقط الطائرة ايه من القطار على وزن افعل الطائرة اسرع العلماء او الافضل الرجال الانسان المتفائل ممكن اقول افضل برضو طالما افضل تنفع حطها الانسان المتفائل ممكن اقول اقوى افضل التلميذ المشيد ممكن اقول افضل برضو اليد العليا اقول افضل عاية او خير من اليد السفلة في الامتحان حط الاسر حط افضل الامانة حط افضل برضو افضل الصفات احسن الصفات صح السؤال اللي بعد كده فاضل بين كل اثنين مما يلي في اسلوب تفضيل لو حطيت كلمة افضل شغال. اقول الظرافة افضل من الجمل. بس الظرافة طويلة ممكن اقول الظرافة اطول من الجمل. الخريف ممكن اقول الخريف افضل من الصيف. خلاص خط الدرجة. الخريف اجمل. افضل. التفاعل اجمل. افضل. الليل اطول. من النهار. الارض. الارض اكبر. من القمر. لان هنا عايز من حيث الحجم. لازم اقول بقى الحجم اكبر يعني. البيئة النقية. اقول له افضل. الانسان الناجح. اقول له افضل. من الانسان فاشل. في الامتحان سهل على نفسك هتاخد الدرجة كاملة. السؤال الخامس. لماذا يمتنع التفضيل من الافعال التالية? ليه ما ينفعش نجيب اسم تفضيل من ماتة? هنقول له لانه غير قابل للتفاوت. طب نعمة وبئسة? هقول له لانهم افعال جامدة. طب عورة وعماء? هنقول له لانهم بيدلوا على عيب. ما ينفعش نجيب منها اسم تفضيل اصلا. طب ستة. اجعل كل اسم مما يلي مفضل. يعني يكون قبل اسم التفضيل. اقول العلم افضل من الجهل. الكرم افضل من البخل. الشجاعة افضل من الجبن. الاسد اقوى من الحمار. الغني الشاكر افضل من الغني الشاكي. الفتى العامل افضل من الفتى العاطل. ليل الشتاء اطول من ليل الصيف. اي جملة هتاخد الدرجة كاملة. السؤال السابع اجعل كل فعل فيه ما يلي اسم تفضيل. من خضرة مش هينفع نجيب اسم تفضيل بطريقة مباشرة. نجيب اسم تفضيل مستوفل الشروط زي اكثر. ونجيب المصدر الصريح اللي هو المفعول المطلق يبقى الاكثر خضرة. الشجرة اكثر خضرة من النخيل. طيب تحضرة ده غير سلاسي. بنفس الطريقة اقول اكثر تحضرا. طب لا يوهان ده منفي. بنفس الطريقة اجيب اسم تفضيل مستوفل الشروط زي اولى او اشدر او احق. واحط ان. ان لا يوهان اقولها اشدر. الا يوهان. في وطنه. السؤال التامن. صوب الخطأ. وجهك ينفعه الابيط. الالوان لازم اجيب فعل مستوفل الشروط. او الاكثر بياضا. اعرب. الطفل اولى بالرعاية. الطفل مبتدأ. اولى ده الخبر بالرعاية جره ومجرور. حب العلم. حب مبتدأ. العلم مضاف اليه. خير ده الخبر. من حب جره ومجرور. المال مضاف اليه. عشرة. حول هذه الجملة الى اسلوب تفضيل. اهتم الابناء بالعلم. اقول له الابناء اهتم ده غير سلاسي. طالما غير سلاسي يبقى يصاغ اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة. اجيب اسم تفضيل مستوفل الشروط زي اكثر. واجيب المصدر الصريح او المفعول المطلق من اهتم اهتماما. او الاكثر اهتماما بالعلم. حول اسم الفاعل لاسم تفضيل. فين اسم الفاعل? الجنة هي الغاية السامي اثامية على وزن فاعلة. لكل مؤمن ومؤمن برضو اسم فاعل. بس احنا هنجيب اسم التفضيل من السامية. من سما. من سما نقول على وزن افعل نقول اسما. نقول الجنة اسما غاية. افضل غاية لكل مؤمن. اسما على وزن افعل. علل خطأ الجملة التالية. ليه خطأ? ينفع للمنافق اموت? لا دي ماتة ده غير قابل للتفاوت. هنقول له العبارة خطأ لان ماتة ده غير قابل للتفاوت. هقول له الفعل ماتة لا يصاغ منه اسم التفضيل. لانه غير قابل للتفاوت. غير قابل للزيادة او النقصان. السؤال اللي بعد كده تلاتاشر. كان ارق الناس قلبا. الاسم النكرة المنصوب بعد افعل التعجب او افعل التفضيل تمييز. كان هو ارق. يبقى ارق دي خبر كان خلاص. قلبا دي تمييز. هنعري بها تمييز منصوبه على يامة نصبه الفاتحة. يعطف على المساكين. خلي بالك المساكين دي يسمى مجروب الكاسرة. مش بليا. ويساعد المحتاجين دي هنا مفعول به مجروب بليا. حتى قلة. قلة ده فعله ماضي. ايه اللي قلة? ماله. تبقى فاعل. فاعل مرفعه عليه مترفعه الضم. واعتلت صحته. وقبل ان يطلب معونة من احد. ظهر شاب اعلى منصبا. واكثر مالا. تولى رعايته. واشرف على علاجه. حتى بريئة. واسترد هو عافيته. استرد فاعل الفاعل مستتر. يبقى عافيته ومفعول بمنصوب وعلامة نصبه الفاتحة. وصار هو افضل. صار من اخوات كانة. اسمها ضمير مستتر. وافضل دي خبر صارة. خبر صارة بيكون منصوب. خبر صارة منصوب وعلامة نصبه الفاتحة. صار افضل من قبل. وقبل ان ينصرف الشاب ترك له قدرا من المال يغنيه. فمن هذا الشاب? انه ابن احد الفقراء. الذين كان الرجل الطيب يساعدهم. ويتولى رعايتهم. اعرب اعرابنا. استخرج من الفكرة اسماء التفضيل. وبين فعل كل منها. عندنا في القطعة كان ارق. ارق على وزن افعل. من رقة. واعلى من عالة. واكثر من كثرة. وعندنا افضل من فاضلة. يبقى اقول له اسم التفضيل واقول الفعل بتاعه. جيم. صغ اسم التفضيل من الفعل لا يكذب. ده من فيه. يبقى جيب اسم التفضيل مستوفر الشروط. زي احق اولى اشدر. وان والفعل المضارع اول احق ان لا يكذب. اشدر ان لا يكذب. اولا ان لا يكذب. المؤمن اشدر ان لا يكذب. ده. زرع الربيع اخضر. ينفع اقول اخضر? لا طبعا. صوب الخطأ. اقول اكثر خضرة. اشد خضرة. الفعل اقدر اغيره. لو اكثر ده. الفعل المستوفر الشروط اقدر اغيره. اكثر. اشد اروع اي حاجة. انما اخضر لازم اقول خضرة. ها. الفعل الذي لا يشتق منه اسم التفضيل النهائي. مطلقا. ليس. ليه? لان ليس. ده فعل جامد. نعمة وبئسة وعسى وليس وحبذة ولا حبذة. دي افعال جامدة. لا يصاغ منها اسم التفضيل. اربعتاشر. الارهاب مبتدأ. ما له الارهاب? فكر. تبقى خبر. يبقى نقول فكر. دي خبر مرفع وعلامة رفع الضم. فكر متطرف. وعملها الدام. ومعول يعمل على زعزعة استقرار الوطن. وخطر داهم. يقضي على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والامن. لذا يجب تضافر الجهود. يجب تضافر الجهود. مضاف ايه? مضاف ايه مجروره على مجر الكاسر. لمواجهة. حتى تصبح مصر الارقة اقتصادا. اهو اسم تفضيله ارقة. والاسم النكر المنصوب بعد افعل التعجب او افعل التفضيل تمييز. يبقى اقتصادا تمييز منصوب بالفاتحة. الارقة اقتصادا وسيادة. ونعيش كيف نعيش? ده حال. اجابة تسأل كيف? حال منصوبة بالفاتحة. وتكون مصر مستقر الامن والامان. اعربنا. استخرج اسم تفضيل وزينه. احنا لسه قالين الارقة. الارقة على وزن الافعل. اتنين اسم مكان وزنه. اسم مكان على وزن مفعل او مفعل او على وزن اسم المفعول. عندي مستقر. استقر يستقر مستقر. هنا مستقر تكون مصر او مكان هو. مكان الاستقرار. مستقر على وزن مستفعل. اسم مكان. اسم فاعل لفعل غير السلاسي. يكون ميم مضمومة مكسورة قبل اخيره. ونجيب الفعل. هلاقي عندي في القطعة كلمة متطرف. فكر متطرف. من الفعل تطرفة. يتطرف متطرف. اربعة. اسم مفعول. لازم يكون اوله ميم. لو من السلاسي هيكون على وزن مفعول من غير السلاسي ميم مضمومة ومفتوحة قبل اخري. هلاقي عندي على وزن مفعول. مبزول. مبزولة. وحدد فعله من الفعل المبني المجهول بوذي لا. وطالما اسم المفعول لازم اشكلها لابنالي المجهول بوذي بوذي لا. خمسة صيغة مبالغة وزنها. صيغة المبالغة لازم تكون مفعال فعال فعل فعول فعيل. هلاقي عندي هدام على وزن فعال. جيم اجب بما هو مطلوب امام كل عبارة. تلعب المباراة عصرا. استبدل بالفعل المبني المجهول ده مشتق وبين نوعه. الفعل هنا تلعب من لعبة. المباراة عصرا عصرا ده زمن. طب نجيب اسم زمان من لعبة على وزن مفعل. لعبة يلعب يبقى مفعل ملعب. يبقى نقول ملعب المباراة عصرا ونوعه ده اسم زمان. ده اللي على زمن. يستخدم الطالب المسطرة والقلم والفرجار. كلها اسم آلة. عين اسم الآلة المشتق. فين اسم الآلة المشتق? عندنا القلم لأجامد. الفرجار لأجامد. يبقى المشتاق هنا المسطرة وبين وزنه هقول له المسطرة على وزن المفعلة الإسكندرية مصطاف الناس في الصيف نوع المشتاق اسم زمان الإسكندرية مصطاف ده مكان استفاف الناس يبقى ده اسم مكان على طول يبقى هنا كلمة مصطاف ده اسم مكان ها اكشف في المعجم عن كلمة الدنيا الدنيا من دنا الألف نجيب أصلها بالمضارع يدنو يبقى في مادة دال نون وال السؤال اللي بعد كده خمستاشر المتفائلون المتفائل اسم فاعل مرفوع وعلامة رفع الواقه مبتدأ هم اكثر مبتدأوا خبر اكثر على وزن افعل اسم تفضيل اكثر الناس سعادة اه اسم ناكرة منصوب بعد افعل التعجب او افعل التفضيل تمييز على طول يبقى سعادة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة ويقبالا على الحياة هتقول لي طيب ما ممكن تكون سعادة مش منصوبة تكون مجرورة طيب ما هو بعدها هو معطوف منصوبة بين من شكلها واقبالا على الحياة والانسان المتفائل هو الاقدر هو دي مبتدأ اي ضمير منفصل مبتدأ واللي بعده خبر الاقدر وتبقى خبر خبر مرفع وعلامة رفع الضمه هتقول للخبر ما بيجيش فيه الف ولام لا ينفع يجي فيه الف ولام طالما بعد الضمير يبقى خبر الاقدر على اصابة هدفه وتحقيق مناه فعليك بالتسلح بالتفاؤل والامل في مواجهة هذه الحياة الاسم المعرف بقى اللي بعد اسم الاشارة بدل طيب بدل ماله بدل من هزيه يبقى نعرف هزيه مواجهة هذه دي في محل جر مضاف اليه يبقى ده بدل مجرور يبقى الحياتي بدل مجرور وعلامة جر الكسر اعربنا استخرج من الفكرة اسلوب تفضيل وحدد الاركان اسلوب التفضيل هقول المتفائلون هم اكثر الناس سعادة فين اسم التفضيل اكثر اقول له اكثر دي اسم التفضيل طيب بفضل ايه على ايه بفضل المتفائلون على الناس يبقى المتفائلون دي المفضل والناس المفضل عليه واكتب له كده اكتب له المفضل المتفائلون المفضل عليه الناس اسم التفضيل اكثر اتنين اسم تفضيل وزنه وازكر فعله محنا لسه جايبين لاسم تفضيل اكثر وزنه على وزن افعل من الفعل كثرة تلاتة اسم فاعل محنا قلنا المتفائل اذكر فعله من تفائلة. صوب الخطأ. الارض في الربيع ما ينفعش اقول اخضر خالص. الالوان اقول اكثر خضرة. اشد خضرة. اروع خضرة. اجمل خضرة. دي الطالب مختار. دي المصابقة من بين زملائه. فالمعلم مختار له التفوق. الطالب اللي هيختار ولا هيختار فعل ولا مفعول? الطالب مختار من بين زملائه لا في حد هيختاره. يبقى دي المفعول به يبقى هنا على طول اسم مفعول. يبقى هناخد اسم مفعول. يعني مش اسم فاعل. المعلم مختار له المعلم هو اللي هيختار يبقى دي الفاعل. يبقى اسم فاعل. يبقى اسم مفعول واسم فاعل. الطالب المثالي يتحضر بالقراءة. اجعل الفعل يتحضر اسم تفضيل. الماضي تحضرة غير سلاسي يبقى لازم اجيب اسم تفضيل مستوفر الشروط. او اكثر تحضرا بالقراءة. السؤال بعد كده ستاشر ليس الناجحون ليس دي من اخوات كان والناجحون دي اسم ليس. اقول اسم ليس مرفع وعلامة رفع الواو لانه جامع مذكر سالم. ليس الناجحون في حياتهم هم افضل الناس. افضل الناس حظا تمييزة هي. ولكنهم لان افضل اسم تفضيل على وزن افعل. ولكنهم اللي هي لكن من اخوات ان لكنهم اكثر من غيرهم جهدا وصبرا. اكثر ايه? جهدا. اسم نكرة منصوبة هو بعد افعل. افعل التعجب او افعل التفضيل. هنا اكثر افعل التفضيل على وزن افعل. يبقى جهدا دي تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. وصبرا ومثابرة فمن تحلى بمثل هذه الصفات كان الاقرب. اسلوب شرط. من اداة الشرط? تحلى فعل الشرط. كان ده جواب الشرط. تحلى فعل الماضي. وكان جواب الشرط. فعل الماضي برضو. فعل الماضي مبني. في محل جزم. كان هو اه اسم كان. ضمير مستاتر. الاقرب دي خبر كان. يبقى عريبها خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة. الى اصابة هدفه وتحقيق حلمه. اعربنا. استخرج اسم فاعد. اهو ناجح الناجحون. واذكر فعله. هقول له الناجحون من ناجحة. ده سلاسي على وزن فاعد. اسم تفضيل. من عندي افضل. على وزن افعل. عندي اكثر. على وزن افعل. عندي الاقرب. على وزن الافعل. تلاتة. خبرين لناسخين. اشوف الاول الناسخ. يعني ناسخ? يعني فعل ناسخ او حرف ناسخ. ما احنا قلنا اني ليس دي من اخوات كانة. وقلنا لكنة دي من اخوات انة. يبقى عندنا فين خبر ليس وفين خبر لكنة? مالهم الناجحون? في حياتهم. ايو مالهم? هم افضل. ده نوعه ايه? جملة اسمية. وخبر لكنة اكثر. خبر لكنة مرفوع اكثره. هيكون مفرد. وعندي كان الاقرب. كان هو الاقرب. برضو الاقرب. خبر كان. خبر كان منصوب. لسه مطلعنا في الاعراب. ومفرد. يبقى اقول له كده هم افضل. ده جملة اسمية. والاقرب او اكثر ده خبر مفرد. جيم. اختر الاجابة الصحيحة. مما بين القوسين. الشجرة? عايزين نقول الشجرة اخضر في الربيع من الخريف. ينفع عنه الاخضر? لا. خضراء? لا. مخضرة? لا. لازم اجيب اسم تفضيل مستوفل الشروط. والمصدر اشد خضرة في الربيع. كن في الخير. اللي هنكتبها هنا كلمة ساعة عندي لازم اشوف اعرابها. لانها لو نكرة ومرفوعة او نكرة ومجرورة احذف الياه. لو منصوبة هنكتب الياه. هنا دي خبر كان كن انت ساعيا. دي خبر كن منصوب. منصوب. يبقى لازم احط الياه. يبقى ما ينفعش نحزفها. ومنصوب ما ينفعش يكون مرفوع. ناخد بقى ساعيا ولا ساعي? ده هنا خبر كن منصوب. يبقى ناخد المنصوبة. كن ساعيا في الخير. نكشف المعجم عن كلمة شتاء. من شتا يشتو يبقى شنتا وال. سووا بالخاطق. البحر ازرق. ما ينفعش نكتب ازرق خالص. نقول البحر اشد زرقة من السماء. اتنين الموظف مقال من عملي. ما تحته خط اسم فاعل? لا مش اسم فاعل. ده هنا من اقالة. حد هيقيله اقالة. نجيب المضارع. يقيل. يقيل. ايه اللي بحرف المضارعة من مضمومة? فتح ما قبل اخيره يبقى مقال. يبقى دي اسم مفعول مش اسم فاعل. يبقى كلمة مقال اسم مفعول. يهتم الطلاب بكراءة الكتب. اجعل الجملة السابقة اسلوب تفضيل. من يهتم هنقول اكثر اهتماما. يبقى نقول الطلاب اكثر اهتماما بقراءة الكتب. وبكده يبقى احنا حلينا تدريبات درس اسم التفضيل من كتاب الامتحان. بتمنى لكم التوفيق. لايك للفيديو. شاير الفيديو لكل اصحابك عشان يستفادوا. شكرا لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.